بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزاء الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراحب بكم في خدمة دروس موضوع درسنا لهذا اليوم هو حد المعادلات التي تتضمن القيمة المطلقة في جزئه الثاني للصف الثالث متوسط سنتعلم اليوم كتابة معادلة تتضمن قيمة مطلقة لتمثيل البياني وسنتعلم كذلك حل أمثلة من واقع الحياة مثال أكتب معادلة تتضمن قيمة مطلقة للتمثيل الآتي أعطانا خط أعداد موجود عليه نقطتين النقطة الأولى سالب أربعة والنقطة الثانية عندها اثنان الحل من التمثيل البياني المراد كتابة معادلة تتضمن قيمة مطلقة إذن سيكون حل كالتالي في البداية نوجد نقطة المنتصف لدينا نقطتين النقطة الأولى أثنان والنقطة الثانية سالب أربعة نجمع نقطتين 2 زائد سالب 4 مقسوما على 2 2 زائد سالب 4 بسالب 2 إذن سيكون يساوي سالب 2 مقسوما على 2 سالب مقسوما على مجب بسالب و2 مقسومة على 2 بواحد إذن سيساوي سالب 1 الآن أوجدنا نقطة المنتصف هي سالب 1 التمثيل البياني نقطة المنتصف ستكون عند سالب 1 الآن نبحث بعد سالب 1 عن الاثنان يبعد ثلاث نقاط ونبحث بعد سالب 1 عن سالب 4 يبعد كذلك ثلاث نقاط في هذه الحالة المسافة المقطوعة من نقطة المنتصف إلى النقطة الأولى اثنان ثلاث نقاط والمسافة المقطوعة من سالب 1 إلى سالب 4 هي كذلك ثلاث إذن المسافة المقطوعة هي ثلاث متبقي الآن كتابة المعادلة والمعادلة ستكون القيمة المطلقة لسين ناقصا نقطة المنتصف وتساوي المسافة المقطوعة إذن المعادلة ستكون سين زائدا 1 لماذا زائد؟ لأن سالب في سالب ستتحول إلى موجب وستكون سين زائدا 1 تساوي ثلاثة ثلاثة المقصود بها المسافة المقطوعة إذن المعادلة هي القيمة المطلقة لسين زائدا 1 وتساوي الثلاثة تقويم اكتب معادلة تتضمن قيمة مطلقة للتمثيل الآتي أعطانا خط أعداد خط الأعداد عليه نقطتين النقطة الأولى عند 17 والنقطة الثانية عند 27 الحل من التمثيل المراد كتابة معادلة للتمثيل تتضمن قيمة مطلقة ففي بداية الحل لوجد نقطة المنتصف نقطة المنتصف ستساوي من التمثيل لدينا النقطة الأولى عند 27 والنقطة الثانية عند 17 إذن نجمع 27 زائدا 17 ونقسمها على 2 27 زائدا 17 بـ 44 إذن تساوي 44 مقسومة على 2 44 مقسومة على 2 تساوي 22 بعدما أوجدنا نقطة المنتصف الآن نرسم التمثيل البياني النقطتين لدينا 27 والنقطة الأخرى 17 نرسم نقطة المنتصف نقطة المنتصف ستكون عند 22 الآن نبحث بعد 22 عن 27 22 يبعد عن 27 5 نقاط ونبحث بعد 22 عن 17 وتبعد كذلك 5 نقاط إذن المسافة المقطوعة من 22 إلى 27 هو 5 نقاط والمسافة المقطوعة من 22 إلى 17 5 نقاط كذلك إذن المسافة المقطوعة تساوي 5 متبقي الآن إيجاد المعادلة المعادلة هي قيمة المطلقة للسين ناقصا نقطة المنتصف نقطة المنتصف هي 22 وتساوي المسافة المقطوعة المسافة المقطوعة هي 5 إذن أوجدنا المعادلة مثال تعتقد شركة أنها تربح في استثمار رياضي مع نسبته 12% زائدا أو ناقص 3% واكتب معادلة لإيجاد أكبر وأقل لنسبة ربح تعتقد الشركة أنها ستحصل عليها الحل في البداية ليوجد نقطة المنتصف نقطة المنتصف التي تعتقد الشركة أنها ستحققها هو 12% إذن نقطة المنتصف هي 12 المسافة المقطوعة من المثال زائدا أو ناقص 3% إذن المسافة المقطوعة ستكون 3 إما زائدا أو ناقصا الآن نرسم خط أعداد على خط الأعداد نحدد نقطة المنتصف نقطة المنتصف هي 12 المسافة المقطوعة هي 3 إذن إما 3 نقاط لليمين وستكون عنده 15 أو 3 نقاط لليسار وستكون عنده 9 بعدما أوجدنا التمثيل البياني من التمثيل البياني الآن نوجد المعادلة المعادلة هي القيمة المطلقة لسين ناقص النقطة المنتصف نقطة المنتصف أوجدناها سابقا هي 12 وتساوي 3 3 المقصود بها المسافة المقطوعة إذن من ذلك أكبر نسبة ربح وأقل نسبة ربح من التمثيل أكبر نسبة ربح هي 15% إذن أكبر نسبة ربح تساوي 15% وأقل نسبة ربح من التمثيل كذلك هي 9 إذن أقل نسبة ربح هي 9% إذن الآن من المثال أوجدنا أكبر نسبة ربح 15% وأقل نسبة ربح 9% وهو المغضوط في المثال تقويب يجب حفظ أحد الأدوية عند درجة 8 درجات بزيادة أو نقصان مقدارها 3 درجات أكتب معادلة لإيجاد الحرارة العظمى والصغرى التي يجب حفظ الدواء عندها الحل سيكون نقطة المنتصف تساوي الثمانية المسافة المقطوعة إما زيادة أو نقصان بمقدار 3 إذن المسافة المقطوعة ستكون ثلاثة الآن نرسم خط أعداد من خط الأعداد نقطة المنتصف ستكون عند الثمانية إما زيادة الثلاثة إذن النقطة الأخرى ستكون عند 11 أو نقصان مقدارها ثلاثة إذن النقطة الأخرى ستكون عند الخمسة إذن أوجد التمثيل البياني المعادلة ستكون القيمة المطلقة لسين ناقصا نقطة المنتصف نقطة المنتصف هي الثمانية وتساوي المسافة المقطوعة هي ثالثة من ذلك ستكون درجة الحرارة العظمى هي 11 ودرجة الحرارة الصغرى هي خمس درجات إذن أوجدنا الدرجة العظمى عند 11 درجة والدرجة الصغرى عند خمس درجة وهو المطلوب في المثال مثال حل المعادلة القيمة المطلقة لميم ناقصا 4 تساوي 5 الحل بما أن ميم ناقصا 4 بداخل القيمة المطلقة فمعنى ذلك أنه يوجد لدينا معادلتين المعادلة الأولى ميم ناقصا 4 تساوي 5 أو المعادلة الأخرى ميم ناقصا 4 تساوي سالب 5 الحل المعادلة الأولى ميم ناقصا 4 تساوي 5 الميم مطروحا منها 4 عكس الطرح هو الإضافة إذن بإضافة 4 للطرفين في الطرف الأيمن ميم ناقصا 4 زائدا 4 سالب 4 سيدها مع موجب 4 يتبقى الميم في الطرف الأيسر 5 زائدا 4 بتسع إذن الميم تساوي 9 أو لدينا المعادلة الأخرى ميم ناقصا 4 تساوي سالب 5 الميم مطروحا منها 4 عكس الطرح هو الإضافة إذن بإضافة 4 للطرفين ميم ناقصا 4 زائدا 4 في الطرف الأيمن السالب 4 سيدها مع موجب 4 ويتبقى الميم في الطرف الأيسر سالب 5 زائدا 4 بسالب 1 إذن الميم تساوي سالب 1 إذن سيكون هنا قيمتان للميم إما ميم تساوي 9 أو الميم تساوي سالب 1 نمثلها بيانيا نقطة المنتصف ستكون ميم ناقصا 4 إذن نقطة المنتصف عندها 4 والنقطة الأخرى ميم تساوي 9 والنقطة الثانية ميم تساوي سالب 1 إذن ستكون عندها سالب 1 لو لاحظنا البعد من 4 إلى 9 هو خمس نقاط ومن 4 إلى سالب 1 كذلك خمس نقاط إذن محل المعادلة في هذه الحالة هي المجموعة 9 فاصلة سالب 1 مثال حل المعادلة القيمة المطلقة إذنان نون ناقصا 5 تساوي السبعة الحل سيكون لدينا معادلتين معادلة الأولى إذنان نون ناقصا 5 تساوي السبعة أو إذنان نون ناقصا 5 تساوي سالب سبعة نأخذ المعادلة الأولى إذنان نون ناقصا 5 تساوي السبعة لو لاحظنا الإثنان نون مطروحا منها خمسة عكس الطرح هو الإضافة إذن بإضافة خمسة للطرفي في الطرف الأيمن إذنان نون ناقصا 5 زايدا 5 سالب خمسة سيذهب مع موجب خمسة ويتبقى إثنان نون في الطرف الأيسر سبعة زايدا 5 بإثنى عشر إذن إثنان نون تساوي إثنى عشر النون مضربة في إثنان عكس الضرب هو القسمة بقسمة الطرفين على إثنان إثنان نون مقسومة على إثنان الإثنان ستذبع على إثنان ويتبقى في الطرف الأيمن النون في الطرف الأيسر إثنى عشر مقسومة على إثنان بستة إذن النون تساوي الستة أو لدينا المعادلة الأخرى إثنان نون ناقصا 5 تساوي سالب سبعة نلاحظ الاثنان نون مطروحة منها خمسة عكس الطرح والإضافة إذن بإضافة خمسة للطرفين الطرف الأيمن اثنان نون ناقصا خمسة زائدا خمسة إذن سالب خمسة سيذهب مع موجب خمسة ويتبقى اثنان نون في الطرف الأيسر سالب سبعة زائدا خمسة بسالب اثنان إذن اثنان نون تساوي سالب اثنان نلاحظ أن النون مضروبة في اثنان عكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على إثنان إثنان نون مقسومة على إثنان الإثنان ستذهب مع الإثنان ويتبقى النون الطرف الأيسر سالب إثنان مقسومة على إثنان سالب مقسومة على موجب بسالب وإثنان مقسومة على إثنان بواحد إذن النون تساوي سالب واحد أوجدنا قيمتان للنون إما نون تساوي الستة أو نون تساوي سالب واحد نمثلها بيانيا التمثيل البياني لوجد نقطة المنتصف نقطة المنتصف ستساوي قيمة نون 6 زائد قيمة نون الأخرى سالب 1 مقسومة على 2 إذن 6 زائد سالب 1 مقسومة على 2 6 زائد سالب 1 بخمسة إذن ستساوي 5 على 2 5 مقسومة على 2 تساوي 2.5 إذن الآن نمثلها بيانيا نقطة المنتصف عنده 2.5 والنقطة الأولى نون تساوي 6 إذن عنده 6 والنقطة الثانية نون تساوي سالب 1 إذن عنده سالب 1 نلاحظ البعد من 2.5 إلى 6 يبعد 3.5 والبعد من 2.5 إلى سالب 1 ثلاثة نقاط ونصف إذن البعد ثابت ثلاثة نقاط ونصف إذن الحل في هذه الحالة هو المجموعة 6 فاصلة سالب 1 تقويم حل المعادلة القيمة المطلقة لسبعة سين زائد 1 تساوي سالب 5 بمعنى بعد سبعة سين زائد 1 عن الصفر تساوي سالب 5 إذن لاحظ المسافة المقطوعة تساوي سالب 5 حيث أن المسافة لا يمكن أن تكون سالبة إذن في هذه الحالة سيكون حل المعادلة هو المجموعة الخالية فائد لأنه مستحيل أن تكون المسافة بعدد سالب تعلمنا اليوم المعادلات التي تضمن القيمة مطلقة تعرفنا على كتابة معادلة تمثيل بياني معطا وتعرفنا على أمثلة من واقع الحياة على ذلك في الختام عزاء الطلاب والطالبات أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم وأثرين العملية التاليمية لديكم ولا نقل وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى